استقبل صاحب المعالي المشير الركنشي خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة وفدا عسكريا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بجمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز محمد موسى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية وذلك بمناسبة زيارته للبلاد خلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بالوفد العسكري المصري حيث تم استعراض علاقات التعاون الأخوي القائم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها بما يخدم التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء اللواء ركن حسن محمد سعد القائم بعمال مدير ديوان القيادة العامة واللواء ركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام واللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني والعميد الركن الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة مدير التعاون العسكري اشتركوا في القناة